موسيقى في صباح هذا اليوم ومن ارحاب احدى صروح التعليم العالي ذات المنارة المتلألئة جامعة الشارقة نسعد بن عقاد حفظ تخريج الدورة الثالثة للدبلوم المهني في الوثائق والأرشفة لنرفع باسمكم اسماء آيات الشكر والتقدير والإجلال لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة حفظ الله وراءه على دعم سموه اللامحدود مثمنين رعاية سموه الكريمة للهيئة ومقدرين جهود سمو الشيخ سلطان بن محمد من السلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي على اهتمامه المتواصل بالهيئة الأمر الذي يدعم نجاحات المعهد التي تتحقق يوما بعد يوم موسيقى أبارك لكم هذا النجاح المتميز الذي نفخر به جميعا فهو ثمار ما زرعتم به من تفان وأخلاص ومهنية في الآداء كما يسعدون اليوم أن أشارككم هذه الفرحة في يوم حصاد جهودكم المتواصلة التي بذلتموها طوال فترة البرنامج وتتويجكم أمناء على ذاكرة الوطن وحماتا لأرثها التاريخي العظيم انطلقوا إلى دروب النجاح والعلم مسلحين بالعلم والمعرفة والإيمان فيهما تتحقق الآمال وتدجسد الرؤى والسلام عليكم ورحمة الله أحبين أن نبارك لخريجي الدفعة الثالثة من برنامج الدبلوم المهني في الوثائق والأرشفة ونتمنى لهم كل التوفيق والنجاح وإن شاء الله كل المهارات والخبرات اللي استفادوا منها في العام الدراسي اتطورون فيها جهتهم ومهامهم الوظيفية بسم الله الرحمن الرحيم معاكم محمد تاج محمد حاجعلي من بلدية مدينة شارجة اليوم تخرجنا الحمد لله في الدبلوم المهني للوثائق والأرشفة وإن شاء الله نطور في حياتنا المهنية والعملية معاكم هند الكتبي من دارة الدكتور سلطان القاسمي مسؤولة المكتبة اليوم كان حفل تخرجنا في الدبلوم المهني للوثائق والأرشفة طبعا أشكر جميع الجهات اللي ساهمت في إعدادنا كموظفين لنا دراية كاملة في كيفية الحفظ الوثائق وهذا إضافة جدا يعني مفيدة في عملي بحد ذاته بحكم أني أنا مسؤولة المكتبة ومعرفتي أكثر عن الوثائق وأهميته وكيفية تحفظها فأشكر كل الجهة اللي ساهمت في تطويرنا في جهة عملنا اشتركوا في القناة